حبيبي حبيبي يفقن بالقواري حبيبي حبيبي اسمع مني الكبنتين بيوت بقول إن لم تبنى البيوت على الحب فهي كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه ونتن أقول تاني أقول تاني ده كلام مهم جدا تاني مهم جدا أوعى تتصور أن البيوت تبنى على العنف والقوة والسوط العالي والراجل كل شيء عمال يشهر ويسب لا 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 فق تماما لو أطعمت امرأتك وأولادك ذهبك بهذه الأخلاق ستتمنى الزوجة فراقك في أي لحظة وستمنى الأولاد خروجك في أي وقت الحب 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 لو لا الحب ما الكفى الغصم على الغصم ولولا الحب ما بكت السماء لعطش الأرض ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء حياة لا تقر إلا على الحب الحب كلمة طاهرة كلمة رقيقة وليس كما قدمت للمسلمين في أفلام ومسلسلات تقدم الخيانة العفنة على أنها الحب أبدا ما كانت الخيانة حبا قبل ما كانت طهر خنى ما كانت طهر خنى في أي وقت من الأوقات وفي أي لحظة من اللحظات الحب لا يكون إلا بين الرجل ومرأته في بوتقة من الطهر والعفة الحب والشهامة والمروءة والتقدير والكرامة الحب أما أن تكون المرأة زوجها مع رجل آخر الحب باسم الحب لا أو أتسدق هذه الخيانة هذه الخيانة في أعفن صورها الحب حب حب أن تكرم امرأتك وأن تكرمك امرأتك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج أزواج ليه؟ لتسكنوا إليها الله سكن للأعصاب سكن للقلب سكن للفكر سكن للشهوة سكن بكل ما تحمله الكلمة من معنى وجعل بينكم مودة مودة يعني يعني محبة يعني حقن حق طيب يا مولانا هي البيوت كلها مبنية على الحب لا بالطبع لا تبنى كل البيوت على الحب طيب حين تذبل وردة الحب نقفل البيوت وردة الحب كانت متفتحة جميلة قبل الزواج بعد الأولاد كثرت المشاكل ربما تغير قلب الرجل تغير قلب المرأة على زوجها نغلق البيوت لأن الحب ذبلت وردته لا 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 اسمع شوفي القرآن وجعل بينكم مودة ورحمة فإن ذبلت ذبلت وردة الحب تبقى الرحمة لتضلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة انت والاني وان اخلصت ماجاني وان قصرت عافاني وان احزنت جاهاني حبيبي انت رحماني